من الوطن نقرأ مدبولي يتابع خطوات مشروع حصر الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بأعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرة بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية ومسؤول عدد من الجهات المعنية وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية وذلك لما لها من مردود إيجابي يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية وتكون بمثابة خريطة لها منوها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية وتسهم كذلك في حفظ الملكيات كما سيؤدي تكويد الثروة العقارية بسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية ولسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات